مو عليكم حبيباتي كديري لبس عليكم تمنىكم تكونوا باخير امركم كل على خير ان شاء الله دائما ناشطين فرحانين سعادة الابتسامة يا ربي امين ما تفارق جوجوكم كنشكركم بزاف على تعليقاتكم طيبة لدائما كتخليوا لي الله يبرك لكم صحتكم والله يكبر بكم وكل كلمة كتقولوها يجعلها ربي في ميزان حسناتكم اي كلمة دائما قليلة في حقكم مرحبا والف مرحبا بمشتركين جداد لعادل تحقب القناة نتمنى ان شاء الله تستفدوا من عندي ولو غير شوية انتمنى القناة تعجبكم مرحبا بكم اليوم ما غدينقدمنيكم بريوات لكي يجيو خطيرين واي كلمة نقدر نقول هالبنات في حقهم ما غا توفيهم مش جربوهم لان فعلا كي يجيو هائلين سراع التحضار ما كياخدوش آآ بزاف ديال الوقت جربوهم ورطع لي الخبار الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش او لا ما تبخلوش علي البنات بلايك الى شوفتوني انا نستحق وكتستفدوا مني ولو غير شوية نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة مركة الله غادي نبدو بالمقادير وطريق التحضير غادي نحتاجو كمية ديال سترتع الدجاج اللي كتبقى على حسب الافرة العائلة اولى على حسب الكمية اللي بغين نديرو آآ سترتع الدجاج بطبيعة الحال مغسول مزيان بالحامض والملحة وخليتو حتى تسقطر وقطعتو مربعة صغيرة ضرورة تقطعوها كصغير باش كي يجيو في العظام زيان عندي آآ تقريبا واحد مئة قرام ديال لداند في مي او لقطع ديك الرومي المدخن آآ مئة قرام اللي بالبزار من الاحسن تديرو اللي بالبزار كي يعطي واحد النسمة زوينة ما تكونش حر بزاف ممكن تديرو حتى العادي لبغيتو مي هذا كي يعطي واحد الماداك خطيرة البنات خطير حتى هو قطعتو مربعة صغيرة عندي واحد العلبة ديال شومبينيوم او للفطر المعلب اللي حتى هي مقطعة مربعة صغيرة وبطبيعة الحال مغصور ومسقطر وعندي هنا واحد لبصلة خدارية تكون متوسطة اللي حتى هي شلطها رقيق او لك تحكو اه كتحنوها في ليل الحادقة باش كتعطيكم اهكاية مربعة صغيرة او لك تحكوها في الحكاكة عندي جوش لمعالق كبار ديال قصبور والمعدنوس اللي كي يكونوا مقردين بنسبة التوابل غادي نتبلو بشوية الملحة وشوية ديال ابزار ورسم معلقة ديال سكينجبير او لزينجابيل الى كان عندكم سكينجبير طريره كيعطي واحد الماداك عاوثاني من عاودش لكم الى عندكم العادي ديرو عندي هنا جوش المربعة ديال كيري او لجوش الفرماجات متلاتات اللي بغيتو مي كيري راه ضغيك يدوب وكيعطينا واحد تعليك زوينة وعندي تقريبا واحد ستين قرام ديال فرمج الحمر التاج لمطحون او لمحكوك في الحكاكة وغنحتاجوا شوية ديال التوم بودرة والبصل بودرة اللي تيبقى وختيارين ما عندكمش ديرو غيروش الفصوص ديال التوم محكوكين اه بالنسبة لسلصة لبيشاميل غنحتاجوا معلقة كبيرة ديال الزبدة اللي تكون نوعية جيدة باش كتعطينا مادا قزوين ومعلقة كبيرة عامرة ديال الدقيق الأبيض او للفارينة معلقة ديال الطحين وغادي نتبلو هاد البشاميل هادي بشوية عالقوزة لك تعطي ماداك خطير بطبيعة الحال شوية الملحة وشوية الابزار او ممكن نديرو احتف صلصة البشاميل شوية بودرة التوم والبصلة انا كتافيت فقط بالقوزة والملحة والابزار وعندي كاس وربع ديال الحليب السائل كاس وربع ديال العنبة تقريبا واحد ميتين ميلي لتر ديال الحليب فبسم الله بنسبال طريقة التحضير كنا اخذ واحد المقيلة اللي كنديرها فوق البوطة وكندير معلقة كبيرة ديال الزبدة مع شوية ديال زيت المائلة وغادي نضيف هاديك البصيلة لمقطعة مربعة صغيرة بزاف باش هكا ما كتجيناش مكنزة وضغية كتدبال وغنضيفه معها هاديك العلوبة للشومبينيوم او للفطر المعلب لحته هو قطعته ورقيقة لبنات باش ما يبقاش هكا كبير وضغية يطيب لنا وحتى الحشوة كتجي منساج ما مع بعضيات ها انتم قطعتو تهو طريفة صغيرة غادي نحاول نشحر هاد البصيلة هادي مع هاد الشومبينيوم مزيان حتى كيتشحروا كتدبال لنا هاديك البصلة وكتدهب شوية باش كتعطينا مادا قزوين طبيعة الحال مع التحريك المستمر حتى كتشحر هانتو مره تدهبت البصلة شوية هاد كنضيف هادك صدرت عدجاج لي مقطع مربعات صغيرة حتى هو باش كيعطينا مادا قزوين يعني ما تطحنوش يقول لي كفتا صراحاني منتي يعجبني هدجاج ملي كم طحنو يقول لي كفتا كيعجبني هكا ملي كنديرو مربعات صغيرة كنحرك شوية وكنضيف هادك الملحة والإبزار وسكينجبير وشوية دي البودرة التوم شوية دي البودرة البصلة وممكن ضيفو حتى شوية دي البهارات الشوارماء انا ما بغاش نخرج على الماداقات بغا هيدا كدك الرومي المدخن يعطاني الماداق ديالو اه في نفس وانا كان طيب الحشوة كان طيب سلصة البشاميل كان اخذوا واحد الكسرونة وكنديروا فيها معلقة كبيرة دي الزبدة وكنخلي واحدة الدوب وفي نفس الوقت راحنا كان نحركوا دجاج ونخليوها طيب وتكون النار شوية مجهده باش هكا دجاج ما يطلقش لنا الماء وانا كان نحرك ان الزبدة الدوب باش نضيفو لها ديك المعلقة ديال الطحين كيجوا هاد البرايوات كيف كتلكم البنات معلقين وكيجوا خطيرين ان شاء الله يعجبوكم وتنوعو بيوم هكا يال مالح والحلو ما تشاركت معاكم بزاف وما زال غا نتشارك معاكم بزاف ان شاء الله نضيفو لها ديك المعلقة كبيرة ديال الطحين و هادي نحركوها كبال فوي او بشي ملعقة خشبية ونخليو هادك الدقيقة يتحمر شوية او لغير ديك الزبدة تغلى شوية كيف كتلاحظو عاد غادي نضيفو ديك القوزة مع الملحة والإبزار ونضيفو كسور بع ديال الحليب مع الدخلية المستمر حتى كتعقد لنا لصوص بيشامل في نفس الوقت راي الحوشوة عندها هاكا تشحر كيف كتلاحظو دك الدجاج كي طيب مهم غادي نحرك هادك البيشامل و هنخليها تعقد و مرة مرة نخلطها و هنه يكن دوزل الدجاج او للحوشوة كنزيد لها دك القصبور المعدنوس اللي تكونوا مقرغضين و كنزيد شوية ديال الاعشاب المنسمة كيبقوا اختياريين او لتوابل هكيب الاعشاب اللي بغا يديرهم اللي مبغاش يكتافي غيب القصبور المعدنوس صافي مرة مرة كنحرك هديك البيشامل او بطبيعة الحل الحوشوة باش دك الدجاج كي طيب ليو كي يجي فتيف الطياب مهم كنبقوا نحركو النار تكون شوية متوسطة ده بلي انه صافي قرر بيطيب الدجاج البيشامل تهيرة كنعطيها وقتها كنحركها مرة مرة حتى كتعقد باش غادي نضيفها لهذاك الدجاج صافي ملي غادي تتبلي عقادت غادي نطفي عليها و غادي نضيف ده بجوش المربعات دياج مربعه كيري يدوب و ضغيه كي شربه الدجاج كي اعطيها وحد المعدنوس صافي غادي نضيف هدي كيري وغادي نحرك مزيان حتى كيندمج لي مع الحوشوة غادي نضيفه لداند في ماء او لا قطع تكرومي المدخل كي يعطي واحد المعدنوس صافي هو مكان نضيفه حتى كي طبلينات قريبا نضيفه بشامل يعني باش ميزيد شي طيب لانه هو اصلا طيب لادير بحل الكاشر سوف نضيفه و نحرك حركة خفيفة و هكا يحتك يندمج لي مع الحشوة كاملة و غادي نضيف هذيك سلصة البيش عميل مهم المقعدين ان شاء الله البنات لقوهم في صندوق الوصف في لنسي ديف كروني رغي نصاركم عارفين مع المونتاج وهذا سوف نضيفه هذيك البيش عميل كتجي في حدق الدوية هذيك في القياس و نحركه هكا يمزيان مزيان حتى كتدخلين هذيك البيش عميل في الحشوة كاملة في آخر مرحلة غادي نضيفو ديك ستين جرام دي الفرماج مطحون محكوك عارت ماني معاد مطحون محكوك باش كي يعطينا واحد عليك زوينة صافي غادي نطفي البوطة لانا خليت غلبي شامل تنشف لي شوية باش ما تبقاش هكا سيحا انتوما صافي مليكن مليكن ديرها كي بالعود الخشابي يعني مكينش لما مكينش حاجة سائلة صافي نطفيو البوطة عاد كنضيفو ديك ستين جرام دي الفرماج محكوك ديال ي filter المشطة كي يعطي ايو حادي تعليك خطيره فيه المادك و تعليكة صافي غادي نحرق مزيان ذاك الفرماج و تقلي نشاء الله الحشوة الهو حتى تبرد ضروري لا تبرد مزيان اذين تبقى من بعد ما كنت بريد يتمز كفرسة بهالطريقة هذه بطبيعة الحال سوف نحتاج الورقة بسطيلة وممكن بطبيعة الحال هذه الحشوة تدروا العجينات المسمنة و تعمروا بها مشي مشكل تبقى الورقة تبقى واحد المود دفل مجميد وعندي هنا شوية ديال الطحيل اللي مخلط مع المباش غادي نلسقه احتاجت بالنسبة لهذه الكمية وما شاء الله البنات رماشي هذه الكمية اللي خرجت لي خرجت ليها تبصيل عامر ولكن بناتي كل دقيقة ما ما ضوقينا عجباتهم تجيبنينا بزاد حنا كلينا قبل ما نعمروا بها لأنك تجي خاطيرا ممكن تعمروا بها لسيقار ممكن تعمروا بها الكونافل ما الحال اللي بغيتو مهم خديت الورقة ديال البسطيلة بطبيعة الحال قسمتها على جوج وحيت لها دوك الجنب اللي تيكونوا كارمين صفي وغادي نبدأ ندير معكم هكاية البريوات انا كنديرهم البنات كبار باش كنت هنا كنديرهم كبار نيسرا هنا رتيبان وصغر كناخد النص ديال الورقة دائما جيها الحرشة الفوق والجيها الرطبة التحت كنطويوها على جوج وها الطريقة كناخد كمياء ديال الحوشوة وكنحطها في الطرف هادا وكنخلي واحد داك داك الطرف من الجنب مهم على حسب اللي بغيتو كيفك لكم انا تنديرهم كبار اللي كندير ديال الكمية اللي غادي مهم حيث قدرت بزاف ديال الانواع داك شاعلاش صفي وكن بده نطوي البريوة كنرد هاداك الطرف وكنطويها على شكل متلت نتمنى فعلا يعني الصورات كنك توضح كتر من كلامي ونعمرو يا البنات جني باش باش تجينا البريوة كلها عامرة يعني ما تجيناش جيها خاوية وجيها عامرة وداروري ما تديروا النص طع الورقة عندكم تمشيوا تقسموا الورقة على ربعة ولا لان هادو ديال البشامين الى درتوا الورقة قليلة يعني ماشي بحالها كم طوية بزافت المرات اراها كي تطرت قوى البنات مهم نعود معاكم واحد اخرى باش تفهموني اكتر هنا يكن اخد نص ديال الورقة ضروري النص طع الورقة وضروري نطويوها حتي لادرنا الورقة خفيفة كي يجيونا بحال اكي تشقوا لان ديال البشامين لكم عارف املي كتدخلها الفرار كترخة نطويوها نص ديال الورقة على جوج بطبيعة جهر طبال تحت و جهر الحرشة الفوق وكن حط الحشوة في هالطرف هذا هالطريقة وكن رد عليها هالطرف وكن بدلووها على شكل متلت انا هنا وانا يعني على اليسار وعلى اليمن حتى كنقض لبرايوه وضروري ما تقدوو تجنبوها كي تقرصوا شوية باديكم باش كتجي عامرة من جميع الاتجاهات صفي وكن من وهو وصلو لها الطرف الاخر كنديرو شوية تعد دقيق لمخلط مع الماء وكن لسقو ما كان قطعش صراحة ما كان ضييعها كندير ديال الورقة كاملة صفيو كي يجي هدا هو الشكل ديالا كجي زوينه في المنظر وحتى المادا شحة جوائره نوعو بها كعلش الليل عندكم ومقادير ناضو ديروها كي تكتلكم ممكن تعمروا بها الكنافة تعمر بها دي سيغار ممكن تعمر بها الكورني ممكن هاد الحشوات تعمروا بها فطائر ديالكم او الصندويت شات كي تجي فن منها لديدة كيف كنت لكم حنا كليناها قبل لقاء ما نعمر بها البريوت ولا الطيب صفي غنكمل بنفس الطريقة حتى كنعمر البريوت كاملين وغناخذ واحد البلاطو اللي كنفرش فيها بلاستيك غيدائي وكنستفهم وكندخلهم وكنغطي عليهم وكندخلهم المجمد حتى كي يجمدوا لي لكام لاحظ كنستفهم في واحد سوبيرا صفي وكنحتاف بيهم اللي كنبغيون طيبوهم تقدروي لها كي بتوتصابوهم وطيبوهم نيشان كتدهنوهم دائما انا كنبغي ندهن بالصفر تعل البيضاء والزبدة نوازيت لاني اللي دهننا غيبز بالزبدة ولا كي يجيوا كارمين مشي بحالي اللي دهنهم بصفر بيضاء والزبدة نوازيت كي يجيوا ديك القرماشة ديال القلبي يعني ديك القرماشة الزوينة وكل واحد كي يبقالوا الاختيار يعني راحوا شوائية عندكم المقادير هما عندكم كلتي يبقى أو تاني كيفاش تيحمر مهم انا هذي هي طريقة طيب ديالي انا كان طيبهم صراحة جامدين كيف كان خرجهم من المجميد كنستفهم في الطاوة كان كان دهنهم بالصفر ديال البيض وبزبدة نوازيت كندوب شوية وكان خلطوا مع ديك صفر البيضاء رما كتكون لارحة البيض لتشي حاجة وحاولوا تقبوهم شوية بالكي يغضون يعني ديروا فيهم بعد كايباتها كابلي يغضون باش منين يتنفسوا و باش ما يتطرقوش ليكم صافي وكندخلهم يتحمروا طيب ديال هما البنات اللي تحت ضروري البريواط ما يطيبوهم من اللي تحت عدل فوق آآ ahora نتبه بالطريقة طيب ديالهم في الفران كندخلهم الفران اللي تيكون شوية دافي كنشعلو عليهم من اللي تحت ضروري من الاتحة حتي لشعلتوا الفوق والتحت كتتتحمر ليكم غاييدي كالطبقة الفوقانية والداخل كتبقى الورقة خضراء اه شعلوا عليهم من تحت حتي طيب وحتي يبانوا لكم بدوك يحمروا من جناب عاد شعلوا عليهم من الفوق يتحمروا ويطيبوا كي يجوا في الطيب هكا زوينين يعني حتي البريوات اللي ما طيبناه مش مزيان را كي يجوا عاصين في الماكلة مهم نتمنى ان شاء الله نكون فتكم طبيعة الحال اي سؤال اي ستفسار خليوا ليالي كومنتر ديالكم اللي كتهمني بزاف ولما جاوبتش البنات غير عدروني مع تصوير و المونتاج ما كيوصل للبعض لمرتك التحكى و خليت لكم الراحة يا اغلى الناس كنتمنيت لكم الخير تيسير كل حاجة زوينة يا ربي الله يفرحكم و بشركم بروقت دخل عليكم الصحة والسلامة ومش متمنيتوا ان شاء الله